السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة التحيط البيانات على الاكسل مبادئ Power Query أو PQB فيديو رقم 16 والاخير من هذه السلسلة اللي ما تفرجش معنا من الاول مفيش مشكلة انزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي لينك ممكن تستخدمه عشان تشوف البلاي لست كلها فيها التمنتاشر فيديو كاملين ياريت تبدأ من الاول عشان تستفيد من البداية لغاية النهاية النهاردة فيديو خفيف هنشوف ازاي نمانج الكويري ازاي نتحكم في الكويري هنبص على ثلاث حاجات duplicate و reference و append قبل كده احنا شوفنا duplicate في الفيديو اللي فات و شوفنا قبل كده برضو append لكن النهاردة هنشوف امتى استخدم append امتى استخدم duplicate و امتى استخدم reference وايه مزايا كل واحدة فيهم قصاد التانية و ازاي اقدر اتحكم في الكويري عن طريق الثلاث حاجات دول يالا نروح على excel و نشوف الامثلة بتاعت النهاردة لو عايز تشتغل معايا و انت بتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في description هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل download ال excel workbook اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه ماشتقتش في القناة لو سمحت استخدم زر subscribe واستخدم زر الجرس كمان علشان يجيلك notification لما نعمل فيديوهات جديدة الجدول ده فيه مبيعات سنة 2016 زي ما انت شايف 1 2 3 4 5 اعمدة فيها date والcategory political channel والsales revenue موجودة في حوالي 69000 line ده مش الفايل الوحيد اللي معانا احنا معانا كمان فايلين زي ده بالزبط لو رحنا على الفولدر ده هتلاقي عندنا مبيعات 2016 2017 2018 مطلوب انه نجيب المبيعات دي عن طريق ال power query هنروح على new workbook ونبدأ نعمل ريبورتات على الثلاث سنين دول ونشوف ازاي ممكن نستخدم احيانا duplicate واحيانا reference واحيانا تاني append عشان نخدم اهداف مختلفة واحنا شغالين على query excel sheet فاضية تماما وعايزين نروح نجيب مبيعات 2016 من الفولدر اللي كنا شايفينه مع بعض خلاص احنا حافظين هنروح على data ribbon على الشمال get and transform get data from file from workbook عندي path بتاع الفولدر اروح اقفه control v وenter دولة 3 workbooks بتاعنا عايزين 2016 هنعلم عليه ونقول له import فتح لي navigator ادي الworkbook عندي شيت واحدة اعلم عليها ده شكل ال detail اللي موجودة جواها transform عشان نفتح power query editor على اليمين اسم الكويري متاخد من اسم الشيت sheet 1 اعتقد اسم مش كويس ممكن نغيره خليه اسميها all sales ال preview موجود قدامنا اربع خطوات اول واحدة source استخدم excel.workbook لو بصيت على formula bar استخدم function excel.workbook وراح جاب الفايل الفايل.content وراح جاب الادرس اللي احنا عدنا هنا في الاول ونجاب فعلا الworkbook زي ما انت شايف الخطوة اللي بعدها النافجيشن اختارنا ال data اللي جوه الworksheet الخطوة اللي بعدها عمل promotion للهيدر زي ما انت شايف كل ده automatic بعد كده change type بص بسرعة date text 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 وبعدين 1.2 دي معناها decimal اعتقد كله تمام الكويري دي مش محتاجة اي transformation ممكن على طول اعمل منها report close and load close and load to من ال import data window pivot table report عشان اعمل pivot table على طول existing worksheet موجود في A1 مفيش مشكلة دوس على اوكي حصل loading الكويري و ادي pivot table التكاريت تعال بصورة انديده اسم هقف فوق خالص على الشمال عشان انا قردي على pivot table analyze هروح على الشمال خالص و اديده اسم all sales ممكن ااخد منها copy كمان و ادوس enter وانزل تحت خالص sheet 1 ctrl v و enter يلا نعمل report سريع جدا category في rows هحط date في columns اداني grouping بس انا عايز بالسنة right click هنقول له group طبعا كل الكلام ده شرحنا قبل كده في series بتاعة pivot table ممكن ترجع لها لو عايز link موجود دلوقتي فوق وهتلاقيه موجود بعد كده في ال end screen years عندي سنة واحدة 2016 hat sales revenue حطه في values وبعدين اختار sell و right click number format currency zero decimal places اوكي ال report بتاع حضرك جاهز طب انا عايز ابص بقى على 2017 نفس اللي عملته ده بالزبط بس انا عايز 2017 اعمل ايه؟ منتهى البساطة مش محتاج اعمل اي حاجة هروح اقف على all sales واعمل double click عليها عشان تفتح من جوه ال power creator لو روحت التاني على source خطوة بطاعة السورس على يمين زي ما حاك شايف كده اروح على السورس هتلاقي على يمين كده فيه عجلة لو دست على العجلة دي هيفتح لي تاني settings بتاعة السورس و هيقدر اعمل browse مرة تانية و اروح اختار الفايل بتاعي فلو عملت browse من هنا مفيش اي مشكلة خالص فتح لي تاني الفولدر عندي 16 و 17 و 18 خليني اختار 2017 وادوس على import وادوس على اوكي تعال نروح بقى الخطوة الاخيرة بص هنا التواريخ كلها بقت 2017 انت كده باصص على 2017 مش مطلوب منك اكتر من ان انت تعمل close وتقول له keep power creatory هيقفل و هيحصل reloading للكويري زي ما انت شايف بترجع تعد تاني بقى عندك 68000 رو بتوع سنة 2017 والوقت دياتة 2017 موجودة قدام حضرتك في منتهى البساطة رحت وعملت edit للكويري فيه طريقة تانية double click تعال نروح نشوفها ممكن نعملها ازاي هارجع تاني على خطوة السورس و مش محتاج بقى اعمل هذه الـ settings بص كده معي على formula bar و هتلاقي الادرس كله مكتوب حضرتك هنا اهو انا جوا نفس الفولدر ده وبعد كده sales 2017.xlsx verycarefree هخليها 2016 مكان 2017 و واحدة enter تعال نشوف بقى اخر خطوة الدنيا بقى فيها ايه راجع التاني 2016 فبع عندك طريقتين ياما ا edit من السورس من formula bar من اول خطوة ياما اعمل العجلة ده لو انت خايف وتروح تعمل براوز من اول وجديد لو قفلت و قلت له keep ثاني سيحصل الـ reloading و ثاني سيجد رجع تاني 2016 دلوقتي لو حراك عايز تحط الـ setting جنب بعض هنا بقى ممكن نستعمل duplicate عملناها قبل كده روح على all sales دي right click و قل له duplicate ممكن تعملها على طول من هنا تختار duplicate او double click وتفتح وتقول له edit من power query editor لو فتحت queries اللي على الشمال دي هتلاقي الكويري بتاعتك right click ممكن تعمل برضو duplicate او لو روحت على الـ home حاجة اسمها manage هتلاقي حاجة اسمها duplicate و فيه كمان reference تعال نبدأ بالـ duplicate تبعا كان نشوف reference لازمتها ايه عملنا duplicate ادالك query تانية بنفس الاسم بالزبط كل اللي هعمله ان انا هغير بقى اسمها خلاص مبقيتش اسمها all sales النهاردة انا عايز اجيب 2017 هسميها sales 2017 ودوس enter وارجع على خطوة source وبعد كده من source لو روحت عملت اللي عملته قبل كده وخلتها 17 مفيش مشكلة بقى عندك query تانية فيها 2017 زي ما حراك شايف فاضل بقى احط اثنين تحت بعض تعلمناها قبل كده في فيديو PQB08 تعلمنا نعمل append ممكن ترجع للفيديو اللينك موجود دلوقتي تعال نروح على all sales ونعمل append بسرعة وانا واقف على اخر خطوة هروح على ال home ribbon نفس الكلام هروح على حاجة اسمها combine سيكش اسمه combine وهاختار append queries اول ما هدوس عليها هيفتح لي ويندوز وغرب تحت ال append هايسألني عايز two tables ولا اكتر المرة دي عايز بس two tables مفيش مشكلة table to append انا قريدي واقف على all sales اعايز معي 2017 اهو all sales the current انا عايز معي 2017 هاختاره وحدوس على اوكي بقى عندك 2016 و2017 تحت بعض دلوقتي ممكن تعمل close and load close and load to خد بالك احنا احنا عاملين load to all sales دلوقتي بسألك عايز تلود فيين 2017 مش بحتاجة وديها في حتة محتاجة بس تبقى connection only فمن import data window هاقول له only create connection ودوس على اوكي دي هيحصل لها only connection لكن هنا هيحصل reloading لانه في ديتا جديدة هو حس بيها وهو بيقفل فهيبدأ يشتغل بقى عندك 137000 رو و بقى عندك و 2017 جنب بعض اعتقد محتاج اعمل ترتيب لـ column label فتعالى نعملها sort oldest to newest 2016 وراها 2017 ما عندكش اي مشكلة فشوفنا duplicate ازاي عرفنا نعمل copy عملنا كنفس الخطوات هي هي اللي تعملت في الاولانية وبعين حطينا اتنين تحت بعض وقلنا احنا كده تمام التمام طيب افروت بقى حراك دلوقتي محتاج تعمل شكل تاني للريبورت محتاج تماشي الكويري في شكل تاني خالص ولكن مثلا ببص على تقرير لبيع الدرجات بس البايكس بس وتقرير ده بشكل شهري فمش محتاج ان انا امشي في السكة تانية خالص ساعتها بقى ممكن اشتغل على reference تعال نشوف ممكن ان نعمل كده ازاي double click على all sales علشان نفتح تاني power query editor من على الشمال هافتح queries بتاعتي عندي all sales right click والمرة اقول له reference او نفس الكلام من manage ممكن اقول له reference تعال نشوف ايه اللي هيحصل اخد copy تانية من query وسمىها all sales to لكن بص بقى مفيش steps هنا زي ما انت شايف يا بس حاجة واحد اسمها source ولو روحت عال formula bar اعمل ايه قالك equal all sales بس كده يعني حرك هاتلي كل اللي موجود في all sales كأنه بيشاور على all sales ومعناك كده لو عملت النهاردة اي change على all sales هيرفلكت برضو في ال copy اللي اسمها all sales to طب دي هنسميها ايه دي خلينا اسميها bikes report تعال نبدأ مع بعض transformation المطلوب علشان نعمل bikes report اول حاجة انا محتاج يكون monthly report فالديت ده ممكن احوله بدل ما هو موجود بالايام اخليه موجود بدلالة بس نهاية الشهر يعني كل يوم كل شهر يمثل بيه اخر يوم فيه فبالتالي ممكن بعد كده اعمل تجميع يعني انا شايف تواريخ اناه لو فتحت الفلتر واحد جان اثنين جان ثلاثة جان وكذا لا هخليم كلهم 31 جان فمعنى كده ان انا ممكن اعمل جروبنج بالتاريخ ده ويبدأ الممثل لشهر يناير اعمل كده ازاي وانا مختار الكلام اللي اسمه date هروح الى transform ribbon على اليمين خالص هلاقيها اسمها date هقوله من حاجة اسمها month هقوله لو سمحت عايز end of month لو دست عليها هتلاقي كل التاريخ بيهت 31 جان لو فتحت الفلتر طبعا دير بري فيو بس على جان لو تلاقي حتى load more هتلاقي 31 جان 29 فبراير وهكذا 16 و17 كل شهر ممثل بتاريخ واحد بس هو تاريخ نهاية الشهر انت كده اوكي categories انا هريبورت بس على البايكس زي ما اتفقنا فممكن اعمل فلتر على البايكس هاختار بس البايكس من الفلتر وادوس على اوكي بقى حرك عندك هنا البايكس بس مش محتاج اعمل اي حاجة تانية على الكاتيجري مش محتاج كمان التشانل ممكن اختار لتنين واعمل لهم remove اروح على home remove columns بقى عندي date و product و sales value فاضل اعمل grouping عشان اصغر شوية عدد rows هاختار date وهاختار product احنا عملنا grouping مع بعض قبل كده لو رحنا على transform ribbon هلأي grouping موجودة على الشمال او من home ribbon موجودة في النص فممكن اتنين زي بعض ممكن اقول له group by اللي موجودة في home هيفتحي على طول advanced انا مختار update و product مفيش مشكلة هيعمل grouping بداية date و product محتاج القلم الجديد اللي هيظهر مكان sales value يبقى اسمه ايه انا برضو عايز اسميه sales value و ال operation اللي هعملها هتكون sum يعمل لي عملية تجميع و التجميع ده هيكون على sales revenue كاني بالزبط بقوله لو سمحت انا عايز تشلي sales revenue وتعمل تجميع ال values اللي جواه بدلالة date و product وتحطوري في column جديد اسمه sales value انا هدوس اوكي خطوة جيدة زيارة اسمها grouped rows و زي ما انت شايف بقى عندي column جديد اسمه sales value ولو بصت هنا هلاقي بس 96 rows بعد انما كان فيه اكتر من 170 ولا 180 الف row دلوقتي بقى بس حوالي 96 row فاضل خطوة واحدة بس انا عايز تكون موجودة بالعرض وتحتيها values وتكون بس الشهور موجودة في ال rows معنا كده عايز اعمل pivot انا كنت عامت قبل كده اعمل unpivot المراتي عايز اشوف ازاي اعمل pivot لل data دي فتعال واحنا واقفين على product نروح على transform من transform هلاقي حاجة اسمها pivot column زي ما انت شايف موجودة في any column دي اقول له pivot لما هدوس عليها هايسألك سؤال واحد بس هيقول لك فين ال values انت خلاص حركة عرفت ان هنعمل pivot لده وانا هتصرف في الباقي بس انت اقول لي فين الارقام عشان اعمل عاملية calculation بتاعتي بشكل مزبوط فال value column هارك موجود في sales value ده انا هقوله بالزبط وقل له اوكي بص معنا اللي هيحصل هنلاقي product fayet بالعرض ما حاك شايف وتحتيها values بشكل رائع والdates بقى عندي بس 24 شهرة هون من 1 ل 24 ده كل ال table اللي بتمثل الشهور بتاعت السنتين اللي فيهم ال data خلاص بقى سامل ال report جاهز ممكن اعمله load على table على طول هروح على home close and load close and load to من import data هارك هتروح على new worksheet وتقول له table وتقول له اوكي هيفتح sheet جديدة ال table بتاعك بقى موجود طبعا هنا ممكن اعمل number formatting لو ده اخترت له حاجة تمثل الشهر وليكن mm-yy كما تشاهد السامبل هو جان 2016 فكده كأن ده بيدي لك الشهر على طول مكان date وممكن نعمل هنا number formatting سريع ده ماشي في سكة وده ماشي في سكة تانية خالص ومع ذلك الاتنين هيفضلوا في نقطة ترتباط موجودة بينهم وده اللي احنا عايزين نوريه في الحركة اللي هنعملها لوقتي حالا وليكن حاجة لك خلاص مبيعات 2018 وعايزين نجيب 2018 على ال all sales عشان هنا ال pivot table يزيد فيه سنة اضافية طب هعمل كده ازاي هختار sales 2017 وعمل right click وقاله لو سمحت عملي duplicate هغير الاسم اول خطوة هخليه 2018 فوق على يمين ودوس enter اروح على settings بالراحة وبالهداوة هتروح على formula bar 2017 بس غير خليها 2018 هنا متأكدين ان الفايل موجود هناك شفناها مع بعض بعينينا فمفيش مشكلة بص كده على اخر خطوة عشان تأكد ان مفيش errors لا تمام ادي 2018 كده بقى عندك 2018 تعال نروح تاني على all sales ومتعال على خطوة append query ونعمل لها change من العجلة اللي موجودة على اليمين دي دوس عليها كده حضرتك هيفتحي تاني ال append window يسألك تاني انت عايز 2 tables ولا 3 tables لا المرضي بقى اكتر من 2 tables هدوس على 3 tables فجاب لي كل ال tables هي على الشمال كل ال queries على الشمال وكل اللي انا اعملهم append قبل كده على اليمين فانا كان عندي all sales اللي كان فيها 2016 مع 2017 عايزين ندوم 2018 هاختارها واقول له add واقول له لو سمحت انا كده تمام close and load close and load to all sales قبل كده لكن انا هنا بعمل loading ل 2018 محتاج اقول له يعمل لها loading فين بالزبط من import data هقول له only create connection وادوس على اوكي هيحصل loading تاني لall sales وبقى عندي 2018 موجودة في ال report انا غيرت في all sales وانا اعمل reference على bikes report دي من all sales فيه بينهم reference لو روحت على bikes دلوقتي وعلى ال table الضريف ده وعملت right click وولت وrefresh دلوقتي بقى عندك 36 row لو نزلت تحت هتلاقي بيانات 2018 ظهرت عندك زي ما انت شايف فمعنى كده عشان انا عملت reference ما بين all sales وبايكس اي change بيحصل في all sales بيسمع في بايكس لو كنت عملتها duplicate زي sales 2017 و 2018 ما كانش هيقدر يعمل ال update هكي شفته ده بمجرد بان انا update all sales ما تنساش تعمل الاشتراك في القناة لو لسه مشتركتش وتعمل لايك للفيديو لو عجبك وتسيب لي تعليق عشان نستفيد من تعليقاتكو واشوفكو في السلسلة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة